تحكي هذه القصة عن أميرة يتم خطفها ولكن هي لم تستلم أمتي أسواب الأكب تدريب علي القتال سراً فماذا حدث يترى وما هي التفاصيل هذا ما سوف نعرفه في القصة في عالم بعيد عنه يعيش سكان ملكة كبيرة يحكمها ملك طيب وحكيم يدعى أرثر كانت المملكة تزدهر بالرغم من تحديات عد تواجهها مثل هجمات الوعش والأمراض التي تشهدها البلاد لكن يوماً ما حلفت كارثة كبيرة غيرت نصير المملكة بالكامل كان الملك أرثر يعيش حياة سعيدة مع زوجته الملكة جوليانا وابنتهما الوحيدة أيما كانت أيماً فتاة جميلة وذكية وكان الجميع يحبها لكن في يوم من أيام تم اختطاف أيما من القرعة على يدي مجموعة من اللصوص والقراصنة حول الملك أرثر والملكة جوليانا بكل قوتهما العثور على ابنتهما لكن لم يتمكن من ذلك ومع مرور الوقت بدأت المملكة تتدهور بشكل كبير فلم يكن هناك أي تقيادة قويت لإدارة شؤونها لأن الملكة والملكة يغمرهم الحزن للشديد علي في رقابنتهما وفي هذه الأثناء كانت أيماً محتجثاً في قلعة بعيدة عن الملكة وكان السبب في اختطافها هو الرغبة في تحقيق مكاسب المدية فقد كانت عائلة فقد كانت عائلة المختطفين يعانون من فقر شديد ولكن بعد فترة من زمن لم تيأس الأميرة وقررت مقاومة وبدأت الأميرة أيما تتمرن علي القتال والدفاع عن نفسها حيث كانت دائماً ما كانت تذهب لرؤية تدريبات الجنود لذلك كانت تعرف الأساسيات وظلت تتدرب سراً في الغرفة التي تم حبسها بها وكذلك تعلمت بعض من المهارات الأخرى التي تساعد في البقاء على قيد الحياة في البرية حتى تنجو من البرية بعد هروبها من القلعة التي تم حبسها بداخلها ومع مرور الوقت أصبحت أيماً قوية بشكل لا يصدق وفي نفس الوقت كان الأمير جيك ابن شقيق الملك أرثر يعيش حياة بعيدة عن المملكة وكان جيك شاباً وسيماً وقوياً خا وكان يتمتع بشخصية مرحة ومرحبة إلا أنه كان يعاني من مشكلة في الحديث فقد كان يتلعفم كثيراً عند الحديث وبسبب هذه المشكلة كان جيك يشعر بالإحباط والاضطراب النفسي في يوم ما قرر جيك العودة إلى المملكة لمساعدة عمه أرثر في البحث عن ابنته المفقودة أيماً وعند وصوله إلى المملكة التق جيك بعدد كبير من الشخصيات المختلفة بما في ذلك أرثر وهو ساحر محنك يستطيع التحكم بالعناصر وأوروراه وهي محاربة شجعة وجريئة وبمساعدة هذه الشخصيات بلأ جيك البحث عن أيماً في هذه الأثناء كانت أيماً تستعد للهرب من مكان احتجازها وبمساعدة من صديق جديد وهو فين الذي كان يعيش في البرية تمكنت أيماً من الهرب والعودة إلى المملكة وعند وصولها التقت أيماً بجيك وبدأ الاثنين بالتخطيط لتحرير المملكة من الخطر الذي يهدها وبعد الكثير من الأحداث المثيرة والمشوقة تمكن جيك وأيما والشخصيات الأخرى من إنقاذ المملكة وإعادة الاستقرار إليها وعندما عاد الملك أرثر إلى القلعة كانت الفرحة عارمة فقد تم إنقاذ ابنته الغالية وتم استعادة الأمن والاستقرار في المملكة وبعد ذلك عادت الحياة إلى طبيعتها وعادت المملكة إلى الازدهار والتقدم والرخاء